أهلا بكم دعا الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى التصويت لصالح الدستور في يوم الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو وبرر سعيد في بيان نشره على صفحة الرئاسة على فيسبوك أن التصويت بنعم يحقق مطالب الشعب وينقذ الدولة ويحقق أهداف الثورة ورفض البيان الاتهامات الموجهة لمشروع الدستور بأنه يخل بالتوازن بين المؤسسات بالقول إن ما يخل التوازن هو هيمنة الحزب الواحد أو التحالف الواحد على تلك المؤسسات ومشاهدين أشير إلى هذا الخبر العاجل أمامنا الآن حيث قال الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية للدستور للتلفزيون العربي قال أعتبر نفسي مستقيلا من رئاسة اللجنة لرفض مشروع الدستور الذي نشره الرئيس سعيد إذن بلعيد يستقيل من رئاسة اللجنة هذا في الوقت الذي دعت فيه الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور في تونس إلى مقاطعة الاستفتاء باعتباره باطلا بني على باطل وقالت الحملة في مؤتمر صحفي إن هيئة الانتخابات ليست مستقلة لأنها مختارة من طرف الرئيس مبدية استغرابها من أن يقوم الرئيس بإسقاط الدستور والإتيان بآخر لأن الشعب لم يفوض على حد تعبيرها ودعت جبهة الخلاص الوطني القوى الوطنية التونسية للتعالي على خلافاتها وتوحيد موقفها لإفشاء الاستفتاء على الدستور وإسقاط الانقلاب والعودة للشرعية على حد وصفها كما شدد الاتحاد الشعبي الجمهوري على أن هذا المشروع هو نتاج انقلاب وهو تتممة لما أقدم عليه سعيد من خروقات وانحرافات وأنه سيشارك في حملة التصدي السلمي حتى إسقاطه لدوره وصف التيار الديمقراطي مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بأنه خطر داهم يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي ويستهدف الحقوق والحريات وأن دعمه خيانة للوطن هذا وذهب الأمين العام للحزب الجمهوري في تونس إلى القول أن الرئيس سعيد يعتمد على استشارات خاطئة تصور له أن مئات الآلاف من الناس شاركوا فيها وطالب حزب الإرادة الشعبية برفض مشروع الدستور ومقاطعة الاستفتاء عليه لأن أي موقف سيعني اعترافا بالانقلاب قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تونس إن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور قررت تقديم شكاوى جزائية ضد أعضاء الحكومة التونسية بسبب تبديد المال العام لخدمة مصالح خاصة بإطار الدعاية للاستفتاء على مشروع الدستور أولا رفع قضايا وشكايات جزائية ضد كل أعضاء الحكومة على رأسهم رئيسة الحكومة من أجل جريمة الفصل 96 وتبديد المال العام من أجل منفعة خاصة ومن أجل جريمة الفصلين 72 و73 من المجلة الجزائية على أساس أن الناس هم فاعلين وهما مشاركين في تكوين وفاق وطني لتغيير هيئة الدولة لأن هذا الدستور الغاية منه تغيير هيئة الدولة والغاء الدستور الشعبي المصادق عليه من طرف مجلس التاسيسي وللتفاصيل ينضم إلينا من تونس مرسلنا وسام دعاسي إذن وسام الصادق بالعيد يعلن استقالته من رئاسة اللجنة لجنة سياغة الدستور وهذا في آخر التداعيات على قرارات والتغييرات التي أدخلها سعيد نعم لليان بالفعل جمعنا منذ قليل اتصال هاتفي بالصادق بالعيد رئيس اللجنة الاستشارية لسياغة الدستور أعلن أو قال فيه بهذا الاتصال أعلن أنني مستقيلا من رئاسة هذه اللجنة لرفض مشروع الدستور الذي نشره الرئيس التونسي قيس السعيد ولأنه لم يكن متطابقا أو مشابها للمسودة التي قدمتها اللجنة الاستشارية لرئيس الجمهورية الصادق بالعيد أيضا قال في هذا الاتصال الذي جمعنا به أنه لن يكون هناك أي اتصال مع رئيس الجمهورية قيس السعيد وبعد أن اعترض الصادق بالعيد بشكل كبير وبشكل قاطع على مشروع الدستور الذي نشره الرئيس وقال له أنه يمنح صلاحيات مطلقة للرئيس على حساب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتي اعتبرها نص الدستور وظائف بالنسبة للدستور الجديد والصادق بالعيد ذهب أكثر من ذلك بالقول أن هذا المشروع مشروع الدستور يمثل أو قد يهيئ لنظام ديكتاتوري على حد وصفه بالتالي تصريحات الصادق بالعيد برفض مشروع الدستور وبإعلان أنه مستقيل من رئاسة هذه اللجنة يؤكد أو يشير إلى أن هناك ما يشبه القطيع أو الفتور في العلاقة بين الصادق بالعيد والرئيس خاصة أن الصادق بالعيد يعد أحد أبرز المقربين من الرئيس التونسي قيس السعيد والذي كان يستشيره في كل القرارات الدستورية منذ اتخاذه تدابير وإجراءات استثنائية قبل عام تقريبا وبالتالي استقالة الصادق بالعيد والعلاقة المتوترة مع الرئيس قيس السعيد تعد سابقة في العلاقة بين الطرفين وخاصة في ذل الوضع السياسي الذي تعيشه تونس خاصة مع انطلاق الحملة دعائية للاستفتاق قبل يومين وبدأ العد التنازلي لهذا الموعد المقرر في الخامس والعشرين من يوليو الحالي في الأثناء لليان تتوالى ردود الفعل السياسية والمنظماتية بشكل كبير اليوم آخر هذه الردود الفعل جاءت من نقابة الصحفين التونسيين التي أعلنت في بيان رفضها لمشروع الدستور الذي نشره الرئيس التونسي قيس السعيد وقالت إنه لا يستجيب لمبدأ الفصل بين السلطات لاستقلال القضاء لحرية التعبير ولحرية الصحافة وقالت إن مشروع الدستور لم يسبقه أي تشاور سواء مع منظمات المجتمع المدني والأطراف المتداخلة في هذا الموضوع وحتى مع السياسيين وبالتالي هذا يكشف عن توجه فرضي لمصادرة حق التونسيين في رسم مستقبله ومستقبلهم وبالتالي أعلنت رفضها لهذا مشروع الدستور وحذرت من تداعياته ومن خطورته موقف نقابة الصحفين يأتي أيضا بعد ساعة تقريبا من أعلان التنسيقية الوطنية للتصدي للإستفتاء التي تضم خمسة أحزاب أعلان مقاطعتها للإستفتاء أعلان رفضها لمشروع الدستور وانتقدت بشكل كبير ما وصفته بتوظيف الرئيس التونسي وتوظيف الحكومة وأعذاءها للمال العام ولأجهزة الدولة للإستفتاء ولدعاية لهذا الإستفتاء خاصة بعد الرسالة التي وجهها اليوم رئيس الجمهورية إلى الرأي العام والتي دعا فيها إلى التصوير بنعم على هذا الإستفتاء رغم أن الفصل 115 من المادة أو المرسوم 34 الذي نشره الرئيس التونسي قبل أيام في شهر جوا يقول أو يقضي بأن الرئاسة التونسية تقوم بحملة تفسيرية قبل يومين من حملة الإستفتاء والحال أن الحملة الدعائية للإستفتاء انتلقت قبل يومين قبل يوم الأحد وبالتالي هذا عده متابعون هنا وخصوم للرئيس قيد سعيد بأنه خرقا واضحا للقانون وحتى المرسوم التي أصدرها الرئيس التونسي قيد سعيد بنفسه في المقابل هناك لليان مواقف مساندة للرئيس من الطيار الشعبي الذي دعا إلى التصويت بنعم في الاستفتاء المرتقب شكرا لك وساند عاسي مرسلنا من تونس ونرصد المزيد من ردود الأفعال وينضم إلينا من تونس سيد خليل أزاوي الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أهلا بك سيد خليل يعني الآن هذه الكتلة المعارضة لقرارات سعية تزداد لحمة وتزداد حتى من ناحية العدد كيف يمكن البناء على هذا الموقف غير المسبوق من حيث التوحد لربما تغيير كفة الموازين السياسية اليوم في تونس شكرا على الاستضافة اليوم بخصوص صدور مجرد الدستور الجديد بخصوص من الشارع التونسي تونسي الآن راهم بهذا المدروع في هذا التمشي الذي أريد أن يقري له طيس سعية وتمشي أحادي تمشي ويبني إلى مولة الحكم الفردي وليس دولة الحكم الرئاسي دولة الحكم الفردي دورة لشخص هي ردودة الحكم وهناك كل الأطياف نحن اليوم راقضة وكانت الأطياف من أكثر أو أكثر أو حتى جزء كبير من من كانوا دائمين لقائس سعية راجعوا عن هذا الدعم خطرت الداهم وهو مشروب سعية وردودة الوضعية نعم سيد خليل فقط لتوضيح الصوت أطلب من حضرتك أن تقترب أكثر ربما بناحية جهاز الكمبيوتر كي نستطيع سماعك بشكل أفضل سؤالي التالي وهو حتى رغم هذه المعارضة الكبيرة الآن لازالت هناك بعض التيارات السياسية تدعم الرئيس قيس سعيد لسيما التيار الشعبي الذي دعا للتصويت بنعم على هذا الدستور المقترح من قبل الرئيس نفسه هو التيار الشعبي هو الوزن الذي يريد أن يدره الوزن السياسي الذي كان عن تونسي تيار الشعبي هو الغيف ليس هذا هو نواب في البرلمان السام في داودة طايد لم يتدر على تصعيد نواب في البرلمان وضوط يعني أن يتموقع مع نيس قيس سعيد لرغم في العودة إلى المشهد السياسي ولا أعتقد أن قيس سعيد للمواطنين سيُعيدون الضيار الشعبي إلى المشهد السياسي نعم أشكر أشكرك جزيل الشكر سيد خليل أزاوي الأمين العام لحزب التكتول الديمقراطي من أجل العمل والحريات